والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوس لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز عندنا حضرتك يا ربا في كنوس بناء العيلة التساؤل يبدو غريب شوية حتى على بعض السادة المشاهدين امتى نخلف؟ لأن احنا بنشوف بيوت كتيرة بتخلف وبعدين العيال بيجوا في أوقات الأب والأم مش مستعدين للتربية لا علاقتهم سوية يعرفوا هما اللي اتنين يتفقوا ازاي ربه لا نفسياتهم سوية مش مستقرين مع بعض فممكن نتفاجئ ان هما خلفوا وانفصلوا بعد الخلفة مباشرة معلوماتهم ممكن تكون ضعيفة جدا 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 في كيفية تنشئة وتربية روح بني آدم هيطلع للمجتمع هيطلع يتعامل معهم بعد جدا فمن خبرتك وعلمك في مجال التربية نقدر نقول امتى تقولي للكابل ده المتجاوزين نقول يلا خلفوا دلوقتي طيب انا هابتدي بحاجة غريبة شوية انا هحب ان الناس تجاوب على السؤال ده قبل ما تتجوز اصلا يعني من ضمن تحضير للجواز احنا عايزين نخلف امتى احنا متخيلين ان الخلفة دي هتيجي امتى زي ما حضرتك بتقول الناس بتتجوز وبتفوق بكذا عيل يعني بتدخل في جواز في خلفة في اتنين في تلاتة يبتدوا بقى بعد كده يقولوا ايه ده هو ايه اللي حصل انا مكنتش جاهز انا ملحقتش انا مكنتش ناوي على كل ده انا كده متبهدل شكاوي بقى بعد كده حقا بيحصل فلو احنا بديين اصلا بان انا بفكر الاول انا هبتدي علاقة جديدة معك عايزين بقى هنعمل كده امتى متخيلين ايه خلاص بقى تجوزنا ومتفقين على شكل ما طبعا يعني ارادة ربنا في الحتة دي يعني تلعب دور كبير جدا هو ممكن نستخلف في اي وقت لكن واحنا بنعمل الترتيبات لده مهم قوي ان انا اسأل نفسي انا انا فين انا مرتاحة انا مطمئنة في بيتي انا بعمل ده ليه هل عندي رغبة حقيقية ولا هل مضغوط علي في حد انا بحاول اثبت له حاجة بان انا خلف ولا انا دي ارادتي الشخصية انا مرتاحة انا جاهزة على تحمل المسئولية انا جاهزة ان انا غير من اسلوب حياتي جاهزة اقدم تضحيات عشان هيجيلي طفل روح محتاجة تضحيات مني كتير جدا وهيشقلب حياتي وكياني مهمة قوية اسأل نفسي في علاقتي مع شريك حياتي انا مطمئنة معاه انا بعرف اطلب منه حاجة بعرف اقوله ولا بستني فهمني ومايفهمنيش فنتخانق بعرف اقوله انا محتاجة مساعدة في كذا احنا بنعرف انت خانق اصلا بعرف اتخانق ده السؤال اللي كنت رسا هقوله بعرف اتخانق معاه وتصالح ولا ما بعرفش ولا لما نتخانق نار نار في البيت احنا الاتنين مرتحين في البيت في الشراكة اللي احنا بنناها دي مع بعض وجهزين ان خلاص تمكننا من المسئولية بتاعت جوازنا وجهزين نضيف عليها مسئولية جديدة ولا لا اسئلة في جهوزيتي كأم انا جاهز ان انا ابدأ اضحي اغير نمط حياتي حياتي تتشقلب او بمعنى دق تتغير عشان فيه روح بقت من مسئوليتي ثم السؤال التاني علاقتي عاملة ازاي مع شريك الحياة الراجل يسأل نفس السؤال والست برضو لا مستقرين ولا لا جاهزين نتعاون على مهمة كبيرة زي دي ولا احنا اصلا بننتخانق مع دبان وشنا فلما تيجي مسئولية هتزود مشاكلنا مع بعض نقطة التالتة محتاجين نتناقش في التربية محتاجين زي ما بندخل على اي مرحلة جديدة في حياتنا بنحتاج نعرف احنا فين منها عندنا المعلومات الكافية ليها زي اي شغل واي مسئولية كبيرة في الدنيا لازم الواحد الاول يتمرن يبقى عنده معلومات حقيقة ولما يبقى عنده خبرة بيتدولوا المسئولية كبيرة حقيقة لكن هنا اكبر مسئولية ممكنة محتاجين يبقى عندنا طريقة نحن نكتسب بيها المعلومات مش نخلف وبعدين نتعلم في العيال نبقى نشوف بقى هنعمل ايه مهم جدا نعرف انا وشريك حياتي احنا هنجيب معلوماتنا منين هل حد فينا معين هيبقى بيقرأ ويقول للتاني نسأل بعض احنا عايزين نربيهم زي ما احنا تربينا في حاجة عايزين نغيرها في اللي احنا تربينا به ولا عايزين نكتبس نفس اسلوب التربية كان حد مرة علمني كده قال لي وانت رايح بيتك علموهنا كده في الريلشنشيب كوتشينج تسأل قدامك وكنت رايح بيتك هتاخد ايه معاك من بيتك البيت اهلك ومش هتاخد معاك ايه ونفس السؤال بيت سيقل برض وانت جاية لبيتك وهتخلي فيه هتاخدي ايه من بيت اهلك وهتسيبي ايه الشؤال ده لو ليه اجابة يبقى الواحد كأنه مجاهز نفسه هيربي ابنه علي ايه ومش هيربي ابنه علي ايه كأنك بتقولي نعمل ترينينج نتعلم حاجة نقرأ حاجة نذاكر حاجة نحضر حاجة قبل ما يحضر البيبي ده فنبدأ نجرف فيه ونتعلم فيه دي يبقى دي الثلاث حاجات اللي يتعملوا تقولي المين حضرتك يا روبا لا استنوا ما تخلفوش في كتير جدا من الأمثلة للحتة دي بس أكتر واحد مهم لأي حد بيفكر يجيب طفل عشان يقوم بمهمة معينة طفل لسه مجاش لسه مجاش فعايز أخلف عشان قرأي بيخلفه وأنا ما خلفتش فعايز أجاوب على السؤال بتاعهم اللي بيتسئل بنظرات وإحنا قاعدين بخلف عيل عشان أجاوب على سؤال عايز أخلف عشان أخاوي كبير عشان قاعد زهقان رغم إن أنا أصلا مش فاضلي كبير وهو بيبقى فعلا كده فأنا بجايب عيل يعني يشغلوا عني عايز أخلف عشان يشيلني للمجبر عايز أخلف عشان ابني اللي موجود عنده مرض معين وعايز يبقى عنده سند في الدنيا عايز أخلف عشان أنا وجوزي عندنا مشاكل في علاقتنا فهجيب طفل أربطه أربطه بيه أو يصلى حلاقتنا عشان لما يبقى عندنا طفل إحنا الاتنين هنقرب من بعض نتلهي عن المشاكل بالعيل نعم كلها حاجات فيها استغلال للطفل وليس خلف عشان أعتني بالبيبي جميل جدا جدا من تجربة حضرتك أكتر ضرر بيقع إيه على الأولاد اللي جموا أهلهم مش مستعدين يربوهم يعني طبعا السؤال ده جابته في مشاكل كتير جدا في التربية لكن لو هنحاول نحصرهم في حاجتين هنفكر الأول في childhood emotional neglect وده الإهمال العاطفي للأطفال عشان لما بيجي طفل في حياة أم وقب مش جهزين لده بيبقى كل تفكيرهم أن هم إزاي يكفوا احتياجاته الأساسية يأكلوا ييعلموا يعلجوا بس احتياجه بقى العاطفي النفسي الحب الاهتمام الرعاية الملاحظة إن حد قاعد معايا شايفني شايف كياني مديلي مساحة إن أنا أحس ويفهمني أعمل إيه يبقى حاسيسي اللي أنا بحسها دي وإزاي يتحكم في نفسي كل ده هم مش جهزين لي هم حياتهم مش مستقرة مع بعض فمش جهزين يدوا الجزء العاطفي ده في معظم الأحيان مش شايفينه أصلا الحاجة التانية compassion eller un-involved parenting اللي اتنين دول بيبقوا عايزين الطفل ليمشي حاله وخلاص Nervisive اللي هو متساهل اللي هو اعمل اللي تعمله مهم أن نبقى صحاب وخلاص بقوا أنه بقى ماشين حالنا ومش عايزين مواجهات مش عايزين مشاكل يلا اللي انت عايزت تعمله وعمله وال-un-involved parenting اللي هو الأب أو الأم اللي غير مشتركين في عملية التربية ده بيبقى عايز يعيش حياته زي ما هي بالزبط عشان هو ما كانش جاهز من الأساس والطفل يعمل اللي يعمله جنبه ده بيعمل إيه في العيال بقى نفسها؟ ده بيخلي العيال مضطرين يعتمدوا على نفسهم سن بدري جدا بيأثر في احتياج العيال الأساسي بتاع الـ sense of belonging أو الانتماء لحد وده يعني يمكن أهم احتياج عند الأطفال ويدور على حد ينتميله يعني؟ ويدور بقى في أي حتة على أي انتماء لأي حد بيعمل أي حاجة ويعمل زيه عشان يحس إنه هو تابعه وطبعا دي بداية كل المشاكل اللي ممكن نكون بنسمع عنها في حياة الأطفال بداية كلمة الاعتمدية مثلا يروح للمخدرات يروح لسكر يروح لحياة عايز ينتمي ديه لأنه مش مشبع من البيت بالضبط كأن حضرتك يا ربا بتقولي أن فيه جزء عاطفي وجزء استقرار نفسي لازم يكون عند الأب والأم عشان يخلفه فلازم يتطمن إنه حياته مستقر قبل ما يجيبه العيل مش العيل يجي عشان يخلي حياته مستقر ما يبقاش البيب اللي جاي ده جاي عشان نرد على الناس اللي بتقولوا أنتوا ما خلفتوش لغاية ديه أو علشان نربط بعض بيه أو عشان نفرح أهلينا وإحنا مش مستعدين وخناءتنا نار في البيت فأول ما يبقى فيه استقرار نفسي ومقررين نكمل مع بعض وعب نعرف نتخانق ونتصالح فيه رؤية كده يبدأ البيت ده جاهز بعد سنة اثنين تلاتة أي أن كان جاهز لاستقبال حد عند أب وإم عندهم الكفاية من الاستقرار عشان يربوه تمنى يكون فيهم صح يا أوه مزبوط أشكرك يا ربا وربنا يقدرنا ويعننا على تربية عيالنا وإحنا هيتسئل بين يدين ربنا سبحانه وتعالى يوم اليام شكرا يا ربا كتر خيرك شكرا يا ربا كتر